واحد من اكتر الاسئلة يلي بنسألها اذا معكم ميزانية محدودة هل ياترى فيكن تبدأوا بيزنس برايفت ليبل على امازون والجواب هو طبعا رحفرجيكم بهيدا الفيديو كيف فينا نستخدم ادوات مختلفة ولكن نركز على كيف فينا نلاقي مصنعين على علي بابا لحتى نقدر نبلش بيزنس على امازون شو مكان البجت او الميزانية يدي عندكم ياها سو خلينا نبلش اذا هيدا اول مرة عم تحضروا فيديو على هيدا القناة هاي انا كريستل مؤسسة امازون سيلرس سوسايتي و سيلرس سوسايتي عملوا سبسكرايب بالقناة اذا بتحبوا كل تفاصيل البيع على امازون تحديدا بمنطقة شرق الاوسط ما تنسوا تعملوا لايك على هيدا الفيديو وتركوا لي تعليق باسفل هيدا الفيديو اذا كان عندكم اي سؤال او حابين معلومات محددة انه نعمل على فيديوهات طبعا تكون المعلومات او الاسئلة متعلقة بامازون خلينا اعطيكم فكرة عن هيدا الفيديو بالفيديو رح يحكي عن طريقتين لحتى نلاقي منتجات ولكن الاهم هو انه نلاقي مصنعين لهول المنتجات باسعار منخفضة لحتى نقدر نبدأ البيع على امازون بميزانية خفيفة سو رح نحكي عن طريقتين اول طريقة هي رح تكون الطريقة المعتادة وتاني طريقة رح تكون الطريقة المختلفة سو خليكم عم تحضروا الفيديو للاخر لحتى تعرفوا شو هي الطريقة المختلفة وخلينا نبدأ بالطريقة المعتادة طبعا الطريقة المعتادة بيعني انه لازم نعمل بحث لانه بالنهاية شو هو المنتج اللي بدنا نبيعه اللي لازم يكون عندنا معلومات قبل ما ننتقل على على البابا سو بدنا نعمل بحث ولازم نعمل بحث على الماركت على سوق امازون لحتى نختار المنتج اللي عليه طلب والمنتج اللي ممكن يكون ناجح لحتى نعمل بحث على سوق أمازون طبعاً فينا نعمل كل هول البحوثات بطريقة عملية يدوية خلينا نقول أو فينا نستخدم أدوات مثل أداة هيليوم 10 خلينا نشوف منفوت على أداة هيليوم 10 وتحديداً فيتشر أو أداة داخل هيليوم 10 اسمها بلاك بوكس وتندخل على بلاك بوكس هون ضروري نختار الماركت اللي نحنا بدنا نبيع فيه مثل ما بتلاحظوا في عدد كتير كبير من مواقع أمازون هيليوم 10 بيقدر أنه يساعدنا علي رح نختار أمازون الإمارات من بعد ما اخترنا أمازون الإمارات هلأ صار وقت أنه نختار الكعتجوري كعتجوري يعني فئة طبعاً فيكن تختاروا كل الفئات ولكن هيدا الموضوع يعني رح يطلع عدد كتير كبير من المنتجات لذلك أفضل أنه تختاروا فئة أو 2 أنا رح اختار فئة كتشن ومثل ما لاحظتم من بعدها في عدد كتير كبير من الأمور يلي فيكن تطلبوها مثل مثلاً عدد البائعين إذا كنتوا عم تعملوا إذا كنتوا عم تفتشوا على منتج عنده resellers ممكن تكونوا عم تفتشوا على براند معين ممكن تكونوا عم تفتشوا على seller أو بائع معين أو ممكن تطلبوا أنه نشيلوا براند معين من المنتجات يلي رح تطلع طبعاً فينا هون نطلب مثلاً قدي بدنا نكون سعره للمنتج أنا رح حط هون أنه أنا بدي منما يكون سعر بايعه مثلاً 30 درهم وبدي ما بدي بيع أي شي يتخطى 250 درهم فيني اختار مثلاً وزنه للمنتج هوني محطوط بالبعونز وفيني اختار الفلفلمنت مثل تبعه للمنتج أنا بحب أنه اختار FBA وعدد كتير كبير من الأمور طبعاً هولي الفلاتر بسيعتوكم أنه نتخفضه من كمية المنتجات يلي ممكن أنه تظهر بعملية البحث ولحتى ما ننطر وقت كتير طويل نكبس سيرتش من بعد ما نكبس سيرتش بيطلعنا عدد كتير كبير من المنتجات ومتل ما بطلعزه بنقدر نشوف الBSR تبع المنتج بنقدر نشوف السعر بيعه للمنتج كمية القطع يلي تقريباً شهرياً عم تنبيع والإرادات اللي عم بيعملها هيدا المنتج إضافة للريفيوز وبعض المعلومات اللي متعلقة بالبائع يلي عم بيبيع هيدا المنتج على أمازون ونصيحة صغيرة حسب شو بيهمكن يعني أي نقطة من هول النقط مثلاً للتلاتي أو المعلومات للتلاتي بتهمكن فيكن تكبسوا عليا لحتى يصير الموضوع أنسب يعني مثلاً أنا إذا بهمني أكتر شيء كمية القطع اللي عم تنبيع هتا نكبس على monthly sales ومتل ما لحظته أمازون عمل organization صار من أعلى كمية sales لأوطى كمية sales قبل كنا عم نشوف هيك مواضيع مختلفة ومتل ما بتلعزوا هون يتغيروا المنتجات وصار عنا هيدا ال vacuum cleaner وهيدا electric cattle طبعاً إذا كبسنا هون هيدا الشي بيخدنا أنه نشوف معلومات أكتر وبيخدنا كمان على صفحة المنتج على أمازون أنا مهتم شوي بهيدا المنتج يلي هو ال travel mug عم ينبيع بسعر 48 تقريباً 49 درهم وعم بيبيع حوالى 272 قطعة شهرية إذا مننتقل على صفحة المنتج فينا نشوف معلومات أكتر عنه للمنتج وفينا نشوف التفاصيل أكتر وهم شيء إنه فينا نشوف الصورة الرئيسية هلأ صار في عنا فكرة لمنتج بدنا نبيعه على أمازون ممكن يكون هيدا المنتج جيد ولكن رح نعرف فقط إذا المنتج رح يكون قادرين إنه نبيعه على أمازون إذا لقينا مصنعين لحتى نكتشف شو ممكن يكونه الأسعار هلأ صار وقت ننتقل على الجزء الثاني ونروح على علي بابا وهون وصلنا على موقع علي بابا وبدنا نجي هون ونبحث على المنتج اللي شفناه قبل رح نحط كافي تامبلر ورح نشوف عدد كتير كبير من المنتجات تظهر قدامنا طبعا كمان علي بابا فيه فلترز كتير مهمين فينا نختار مثلا المنتجات الفقط جديدة المنتجات الفقط اللي علاية تريد الشورتز إذا السبلاير فيريفايد أو فيريفايد برو إذا الستور أو المتجر طبعا السبلاير عنده أربع نجوم أربع نجوم ونص أو خمسة إذا فيه منتجات ready to ship customizable, paid samples هيدول بس بعض التفاصيل اللي فينا نختارهم وكمان فينا نختار بسا وين تصنيعوا للمنتج طبعا أكيد فيه مصنعين من حول العالم على علي بابا ولكن معظم المصنعين يمكن موجودين فينا نقول بالصين وإذا بتطلعوا على هيدا المنتج هيدا المنتج شبيه للمنتج اللي كنا عم نشوفه سوا قبل بشوي وفينا كمان نختار الماتيريال وعدد كتير كبير من الأمور ولكن مثل دايما وتندخل على علي بابا يمكن نحنا حابين نشوف أكتر عدد من الأبشنز والخيارات الموجودة قدامنا لحتى نعمل خيار صحيح هلا الشيء التاني اللي فينا نعمل هو أنه فينا نبحث باستخدام الصورة أنا وضعت الصورة تبع المنتج اللي شفته قبل على عمزان وعملت سورتش وطلع لي عدد كتير كبير من المنتجات منهم يعني مية بالمية مثله للمنتج مثل هيدا المنتج قسو إذا أنا حابة بيع نفس المنتج فيني لقيه بيه سهولة على علي بابا باستخدام هيدا الطريقة من قبل عدد كتير كبير من المصنعين قبل ما انتقل وخبركم عن الطريقة المختلفة ما تنسوا أنه نحنا كمان ضروري نقدر نشحن المنتجات من المصنع من الصين أو وين ما كان المصنع على مستودعات أمزون FBA وين ما كنتوا عم بتبيعه لذلك أسهل طريقة لحتى يكون عندكم سعر وأحيانا أفضل سعر بتقدروا تاخدوه هو من المصنع طبعا المصنع هو بحد ذاته ما بيشحن ولكن بيكون عنده علاقة جيدة جدا مع شركة شحن بيقدر من خلاله يقدم لكم أسعار منخفضة فأولا دايما خدوا سعر الشحن من المصنعين مثل ما شفنا قبل ولكن طبعا ضروري أنه من بعد ما تكونوا تأكدتوا من المنتج وطلبتوا سامبل وكل شي كمان تطلعوا على شركات شحن مختلفة ورح تلاقوا شركات شحن مختلفة على علي بابا كذلك الأمر لحتى تشوفوا إذا فيكن تاخدوا أسعار أفضل طيب ما تنسوا أنه نحن عنا تدريب مجاني اللي حتى تعرفوا كل التفاصيل عن البايع على أمازون طبعا التدريب موجود بصندوق الوصف بأسفل هيدا الفيديو خلينا نحكي عن الطريقة التانية أو الطريقة المختلفة الطريقة المختلفة بتبدأ من علي بابا كيف؟ في الطريقة المختلفة رح نفوت على موقع علي بابا ونشوف شو هن المنتجاتي لأكتر شي مطلوبين مثل ما بتلاحظوا على الصفحة الرئيسية تبع علي بابا إذا بتنزلوا على نص الصفحة بتشوفوا عادة أنه في شيء اسمه most popular, hot selling, and best reviewed خلينا نطلع على most popular نكبس view more هيدا الشيء بيخدنا على صفحة top ranking products على علي بابا حاليا most popular, hot selling, and best reviewed وفينا نفوت ومثل ما بتلاحظوا بالأحراب أنه نمقصمين لcategories أو لفئات وبيعطوا عدد كتير كبير من التفاصيل حتى يحمسون أنه نطلع أكتر مثلا هولي الستينلس ستوريج هولدرز هلأ عم شوف عم بيكونوا كتير كتير يعني كتير عم بشوفهم على تيك توك ممكن يكون هيدا السبب ليش هالقد فجأة في 1.1 مليون views على هولي المنتجات لآخر 30 يوم خلينا نكبس عليهم again, فتنة على فئة ستيل ستوريج هولدرز داخل علي بابا وكمان مبين قدامنا most popular hot selling وباست ريفيود وفيكن تشوفوا عدد كتير كبير من المنتجات وخيارات مختلفة من طبعا مصنعين جيدين جدا هلت نكبس على باست ريفيود كمان منتجات حلوين كتير ومختلفين وفينا نقول إنه مميزين لقينا منتج مميز جدا رقم واحد بالباست ريفيود بالستيل ستوريج هولدرز 561 قطعة من باعة ومثل ما بتشوفوا صور المصنع والتفاصيل والفيديوز حلوين جدا جدا والمنتج بحد زيته حلو كتير ممكن يكون منتج ناجح كتير ومنتج جميل طبعا دايما بدنا نطلب sample لحتى نطلع على quality ونوعيته للمنتج ومش بس نطلع على الصور تبع المصنع إذا نطلع بعد أكتر فينا نشوف تفاصيل المنتج كمية مثل مثلا قديش السبلاير بحاجة لقطع minimum order 300 إذا بدي أعمل customized logo 500 إذا بدي أعمل customized packaging أو graphic customization فينا نطلع على كل السورتيفكيشنز تبعه للسبلاير وفينا نشوف الريفيوز اللي موجودة مش ضروري بس على هيدا المنتج ولكن أوقات في الريفيوز تكون تظهر على صفحة الباقع كلياته مع عدد كتير كبير من الأمور والتفاصيل بما أنه لقينا هيدا المنتج طيب شو بنعمل؟ ومثل ما عملنا بالطريقة المعتادة ولكن مثل ما لحظته عم نقله بالمعايير نحنا شفنا المنتج يكون ناجح على علي بابا هلأ صار بدنا نتأكد إذا هيدا المنتج بحد ذاته رح يكون عليه طلب على أمازون أو على أي موقع عم بتبيعه بالنهاية ما في نجيب منتج من علي بابا وحطه على أمازون من دون ما نتأكد أنه العميل على أمازون عم يبحث عليه ومن دون ما نشوف إذا أنا بقدر أني نافس بهيدا المنتج على أمازون سو هلأ لازم نتطلع على أمازون بنفس الطريقة اللي عملناها بالطريقة المعتادة ولكن ببعض الفرقات خليني فارجيكم رجعنا على هيليوم تان ولكن هالمرة بدنا نستخدم أداة ماغنت الفكرة هي أنه بدنا نشوف إذا ممكن يكون هيدا المنتج يلي الإناع على علي بابا عنده طلب على أمازون رح ندخل كمان بنختار أمازون اللي نحنا عم نبيع فيه ومنكتب الكيوورد يلي ممكن تدل على هيدا المنتج رح اختار كيوورد دراينج راك نكبوس get keywords أهم شي أنا واتبحث على هيدا بهيد الطريقة هي أنه شوف عدد search volume أو كمية البحث على هيدا المنتج لحتى يكون عندي فكرة معينة كمان بجعب أكبوس هون search volume ورح يطلع لي عدد كتير كبير من الكلمات يلي مناسبة بالكلمة يلي أنا اخترتها أنا اخترت كلمة broad يعني واسعة قدر الإمكان لحتى كمان هيليوم داني يساعدني يطلع على الكلمات الممكن تكون مناسبة لهيدا المنتج على أمازون الإمارات سو أنا اخترت كلمة drying rack search volume على هيدا الكلمة هو فقط 218 يلي هو search volume عدد بحث منخفض لازم يكون المنمم لأمازون الإمارات 300 ولكن هوني منطلع على كلمات كمان مناسبة لهيدا المنتج cloth drying rack هيدا للثياب مش هيدا هو الشي اللي أنا عم ببحث عليه dish drying rack هيدا فعليا هو الشي اللي أنا عم ببحث عليه بـ 1917 search volume شهريا جيد جدا هيدا هي الكلمة الأساسية فيه كمان دراينغ rack اللي شفناها قبل بـ 218 search خليها نكبوس لحتى نتطلع هوني على top 10 products for dish drying rack أو خليها نكبوس موبشرة هون تنروح على أمازون أول مرحلة هي تأكد إنه فيك عدد بحث على هيدا المنتج ولكن طبعا الشي الآخر اللي بدي أطلع فيه هو إنه بدي شوف شو عم بيسير على أمازون من ناحية شو هن الأسعار وشو هن كمية المبيعات أنا صفحة أمازون طبعا رح تكون مختلفة لأنه أنا عم بستعمل عندي بالChrome Extension 2 Programs عندي AMZ Scout واهي ليمتان لذلك بيعطوني تفاصيل مختلفة عن التفاصيل اللي أنتو عم بتشوفوها بس بهيدي الطريقة بيقدر شوفه حتى من دون ما يكون عندي أي أديت بيقدر شوفه مساعدة أمازون مثلاً إنه هيدا المنتج اللي هو يمكن منتج أبسط بكتير من المنتج اللي شفناه نحنا هلأ قبل بشوي عم بيبيع ميت قطعة شهرياً هيدا شي لا بأس به ولكن طبعاً بدي أطلع على الأسعار كمان لحتى أشوف إذا أنا بقدر بيع بالأسعار اللي مقترحة هيدا المنتج مثلاً اللي دارج كتير هلأ على تيك توك عم بيبيع 300 قطعة شهرياً بسعة 56 درهم صعب كتير لأنه هيدا المنتج حجمه كتير كبير وشحنه طبعاً رح يكون ثقيل ولكن ممكن أنه يكون البيع عم يطلب عدد كتير كبير من المنتجات لذلك قادر أنه يبيعه بالسعر منخفض هيدا المنتج عم بيبيع 50 قطعة شهرياً هيدا المنتج كمان منتج حلو كتير عم بيبيع ب37 درهم هلأ مخفض عادة ب129 درهم وعم بيبيع 200 قطعة شهرياً هيدا بيفرجي أنه فيه بيع جيد بهيد الفئة وفيه فعلاً طلب منيح على هول المنتجات بس علي إختار المنتج الصحيح وعلي إختار السعر المناسب للعملاء طريقتين مختلفين ولكن الفكرة هي نفسها ضروري نعمل البحث لحتى نتأكد أنه المنتج اللي بننوي أنه نبيعه على طلب على آمازون هيدا أهم مشاغلي لأنه بالنهاية إذا ما في طلب يعني ما في كمية عملاء كافية يعني المنتج مش هيكون عنده حظوظ أنه ينجح خبروني تعليقاتكم بأسفل هيدا الفيديو وأنا بشوفكم بفيديو جديد مع معلومات جديدة باي